بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين أُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى عُدًا مِّنْ رَبِّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ مَا أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى بُصَارِهِمْ وشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يتربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاقينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزرون الله يستهزر بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة للهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في غربات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعق حجر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما أضاء لهم وإذا أغلب عليهم طاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعتدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء لها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة وفما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الجنائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنباهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبى واستفزر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه السجرة فتكونا من الظالمين فأزلوا ما الشيطان عنها فأصرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض معدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ملاحين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه فتاب عليه إنه هو التواب الوحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار من فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعنت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فرغون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تستروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق أنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس سيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون أسوهونكم سوى العذاب يذبحون أبناءكم ويستحعون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نغرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعايا واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الإله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمر صالحا وعمر صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا نفاقكم ورفعنا خوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد عليكم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال أوسى لطولين الله يأمركم أن تذبحوا بقره قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فار ولا بكر عن بين ذلك فاسعنوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صصراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله له اهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسخي حرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسف قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتظنعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلون وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما ستح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يؤمنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذ أخذنا لثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوارد الإسانا وللقوبى واليتامى والمساكي وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ولاكوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرمون وإذ أخذنا بيثاقكم لا تسبكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم مساغا تفادوهم وهو محرم عليكم مخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فسن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أسد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقدلون وقالوا قلوبنا غرف بل علم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أعرفوا كفروا به فلعلقوا الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من صبه على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين على همين وإذا قيلنا هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نغفر بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقدرون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعد لي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا بيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يغفوكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرتوا يود أحدهم لو نعموا الفسنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب من نعمر والله مصير بما يعمرون قل من كان عنوى لجبرين فإنه منزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهده وبشرى للمؤمنين من كان عنوى لله وملائكته ومصره وجبرين ومن كان فإن الله عمو للكافرين ونقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَقُلْ لَمَا عَامَنُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُغْمِنُونَ وَلَمَا جَاءُوا رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مِّصَدِّقٌ لِمَا مَعْمُونَ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَغَاءَ ظُولِهِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا مُنْزِلَ عَلَى الْمَنَكَيْنِ بَابِ لَهَارُوتَ وَمَا مُعُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ إِنَّ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِلَّمَا نَحْمُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْبِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْدِهِ وَمَا بِضَالِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِمِنِّ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا نعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقودوا راعنا وقولوا نظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب النظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يرزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لم يلك السهوات والرب وما لكم دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سين موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا ولا ثواتوا السكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان مودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صاجقين بلى من أسلم وجهه لله وهو مرسل فله وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في نسله وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلى خائفين لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عدام عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا ادخل الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قطارا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيل ولن تغضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع علمته قل إن هدى الله والمدى ولئن اتبعت أموام بعد الذي جاءك من العلم ولن تغضى عنك اليهود ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتعونه حق دناوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل أكو نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون وإذ ابتلى إبرانيم ربه بكلمات فأتمهمن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يدال عهد الظالمين وإن جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعندنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيتي أن يطهر بيتي للطالفين والعاكفين والركع السيود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آبنا وارزقا له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فوقتعوا قليلاً ثم أضطروا إلى عذاب النار ومئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إن كانت السميع العليل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أنس فيها نفسه ولقد اصغفيناه في الدنيا وإنه في الآفرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون أم كنتم سهجاء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنين ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل للة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قلوا آمننا بالنار وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاق وما أوتي هوسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحدهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسفيكهم الله هو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن إلى الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله ومور ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والعقوب والأسلاق كانوا نودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أطلع من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيخوذ السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي بي شاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم سبيلا وما جعلنا الكبرة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله للناس لغرف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تغضاها فولي وجهك شقم المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك إلى العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهك هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فولي وجهك شغل المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ومن حيث فرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظنبوا منهم فلا تخشوهم واخشوهني وليتم نعمتي عليهم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم القتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سهل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم صيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والأروة من شعاء الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطرخ بيها ومن تطرخ خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما زلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعن الله ويلعنه اللعين إلا الذين تابوا وأصلحوا ومينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواه الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم قفار أولئك عليهم لعمة الله أولئك عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر لا ينفع الناس وما زلوا جمعهم من السماء الماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريح الرياح وتصريح الرياح والسحالي المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقون ومن الناس من يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن يكون القوة لله جميعا وأن الله سبيل العذاب اتبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسلام وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرى منهم كما تبرروا منا كذلك نريه الله أعمالا حسرات العلمين وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يحبكم بالسوء والفحشان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزلنا علي آباءنا أولو كان آباءنا يعلمون شيئا ولا يهتنون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء صم بكر عمر فم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما غزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعتقون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الفنسير وما هو من بني لغير الله فما يضطر وغير باغ ولا عاد فلا يسمع علي إن الله رسول وحيد إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشتغون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب النبي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة فما أثرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس الفر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت الماد على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الطرات وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاملوا والصابرين في المأساء والضباء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ألحوا بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له إن أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عداهم منين ولخذ في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليهم إذا حضر أحدهم الموت من ترك خير للوصية للوالدين الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما عفوه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح لهم فلا إثبع علي إن الله غفوه الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصياح فما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معهودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسرين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوه خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل في القرآن هدى للناس وبيناه من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي دادان فليستشيبوني واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحب لكم ليلة الصيام الرفة إلى رسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لهم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبئر من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك أبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس جيدة وأنتم تعلمون يسألونك عن الأجلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس منه بأن تأتوا البروت من غرورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البروت من أبوابها واتقوا الله لعلمكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفذنة وشز من القتل ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رسوله رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الجين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتنوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيسر من الهي ولا تحلقوا روسك حتى يبدو الذي محل فمن كان منكم مريضا أو به أدا من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما السيسر من الهي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عسرة كاملة ذلك لمن لم يقل أهله حاغر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرط فين الحج فلا رفت ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام واتقوا كما هداكم وإن كنتم من قبلين من الروايين ثم أخذوا من حيث وفاو الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا تلا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا تلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إذن علي ومن تأخر فلا إذن علي لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قومه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الفصام وإذا تولى سعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خدته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبسى الزهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغام الضوات الله والله رغوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءت فأعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في قلل من الغماد والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سلجني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنبرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتوا البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإبنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسسهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم قتال وهو خير لكم وعسى أن تفرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن السهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وخفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استقاعهم ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابهم نار فيها خاهدون إن الذين آمنوا والذين آجروا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إفهم كبير ومنافع الناس وإفهم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفلح ولو شاء الله لأعبتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمن مؤمنة خير من مشركتهم ولو أعجبتهم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعب المؤمن خير من مشرك ولو أعجبتهم أولئك يدعون إلى النار والله ويدعو إلى الجنة والمغفرة منه ويغين آياته للناس لعلهم يتجدرون ويسألونك عن المحيم قل هو أدن فاعتزل النساء في المحيم ولا تقربون حتى يقربون فإذا تطررن فأتوهن من حيث أمر رسول الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين نساء حرف لكم فأتوا حرفكم أنا سئتم وقد جنوا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سهيع العليم لا يؤخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليل للذين يغلون من نساء تربص أربعة أجم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزمت طلاق فإن الله سهيع العليم والمطلقات ويتربصن بالأنفسهم إن ثلاثة قطوء ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحط برجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللغيان عرين درجته والله عزيز الحبيب أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لهم أن تأخذوا مما آتيتمهم شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا حدود الله فإن خذهم ألا يخافا حدود الله فلا جناح عليهم فلا جناح عليهم فيما استدجه تلك حدود الله فلا تعجبوها وإن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنبح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ضلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لطوم يعلمون وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعدلوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله المزوى واثقوا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أعلمكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عريم وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فلا تعقلون أن ينكحن أسواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك نوعب به من كان لكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات وربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وإسوتهن بالمعروف لا تذلك نفس إلا أسعها لا تضار والدهن بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارف مثل دانه فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويجرون أسواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء أو أكبر أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكر لهن ولكن لا تواعدون سررا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعلموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرق لهم فريضا ومتع على الموسع قدره وعلى المقفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسين وإن طلقتم من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقلة مكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حقا 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 على الصلوات والصلاة المسقى وقول الله طالفين فإن حفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أسواجا وصية لأسواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن فرجن فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنفسه من معرف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع من المعروف حقا على المتقين كذلك نبين الله لكم آياته لعدكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديار وهم هلوف حذر الموت فقال لهم وهم موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع علي من من قل يقرب الله قرضا حسنا سيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبر ويمزق وإليه مجعون أَلَمْ أَلَمْ قَاتِلَتِي سَجِلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَانِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمْ مَا كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَيَّوْا إِلَّا قَدِيْنَا مِنْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْتَ لَكُمْ قَالُوْتَ مَنِكًا قَالُوا أَنَّا يَفْرُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْهَا وَنَحْنُ وَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَ تَوْمْ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ الصَّفَاهُ عَلَيْهُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْبِسْقِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكًا وَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَسْمَعُ الْعَلِيمُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الدَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُهُوسَى وَآلُهَامُونَ وَآلُهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلَّكُمْ لِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اُبْتَلِيْتُمْ بِنَهَمْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَنَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَهُ فَتَنْفِيَدِهُ فَشَرِبُوهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَمُوا قَالُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا يَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُرُودِهُ قَالَ الَّذِينَ أَظُنُّونَ أَنَّهُمْ أُولَقُوا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلًا غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ لِلَّهِ وَاللَّهُمْ عَصَّابِرِينَ وَلَمَّا مَرَجُوا عِجَالُّهُ وَجُرُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اتفِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَنْبِتْ أَخْدَامَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ فَهَزَمْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ جَاوُودُ جَالُودَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَرُّ اللَّهِ الْنَّاسَ بَعْرَهُمْ بِبَعْضِ النَّفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَكْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَدِينَ تِلْكَ الرُّسُرُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيْسَ بَنَ بَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَمْلِدْنَاهُ بِرُوحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ قُتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُتُمُ الْبَيْنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوْ فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ قُتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ يا أيها الذين آمنوا ومنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحيد القليل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلم العظيم لا إكرام في الدين قد تبيل الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة المفقى لن فصاب لها الله سهي عظيم الله وليل الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحى النار فيها خادمون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي والميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي ساوية على عروشها قال أنا أحيي هذه الله بعد موتها فأهات الله بأدعى منكم مبعثا قال كه لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبثت من تعامل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب ألي كيف تبين بوتا قال أولم تبين قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جساء ثم ادعوهن يمجينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنائر في كل سنبلة مئة حبة والله الضعف لمن يشاء والله واسع علي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أداه ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا دلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أداه والله غني حليل يا أيها الذين آموا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن والأداه كالذي ينفق ماله لها الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صصوان عليه جراب فأصابه واب فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين انفقون أمواله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتترك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أردت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعجاب تجري من تحتها الهنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الحبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها يعصاه فيه نام فاحترقت كذلك أبي الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لهم من الأرض ولا تنمه الخبيث منه تنفقون ولسكم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نغغتم من ندر فإن الله نعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علي الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلى ليه فلهم فجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحجبون الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخفطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يبحث الله الربى ويوم بالصدقات والله لا يحب كل كفار متين إن الذين آمنوا وعموا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم مجروم عند ربهم لهم مجروم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحجبون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقل من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس وأهواركم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يبلغون يا أيها الذين آمنوا إذا كدا ينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليغلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيشا أو لا يستطيع أن يبلغ له وفلهم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجليه فرجل وامرأتان من ترطغن من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحداما أخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلنس عليكم جناح أن لا ترتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل سين عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتب الشهادة ومن يكتبها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حاسب سنب الله فيغفع لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والأمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرع لك ربنا وإليك المصير لا يخلق الله نفسا إلا وسعزا لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا يا تواقنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا خطأ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولا فانصرنا على القوم الكافرين